موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة اليوم سوف نحط معكم هذا الفيديو من قناة الأولى ديالي ولقيته يعني كنت نخدم في البيتسير ولقيتشي فيديوات له مقدام وحبيت نشارك معكم هاد العجينة البيتزا اللي غادي نقول لكم الأسرار ديالها واش نخسكم تزيدوا لو تتخبيوها في الكونجولاتور وتجيكم مزيانة هاد عجينة ديالبيتزا اللي غادي نفعكم ان شاء الله في رمضان اقتصادية وناجحة ألف المية كيف مادرت معكم بيتزا وعجينة البيتزا الكبير ده بغا نشارك معكم هاد الفيديو لاني فرحت اللي القيته المهم العجين ديالي عندي دقيق فرص اللي انا تم مراتر مالية شوية ديال الزعتر يعني ما كنتش غا نشجلها هذا هو اللي يوقع وانا نقول علاش اللي نشجل يعني حتى الفيديو راكم كتشوفو مقطع فيه الصورة واحد شوية حيتاش الشي تبديد كانش تتفج زعتر وانا نحبس وقلت علاش ما نشجلش معكم هاد الفيديو ان شاء الله كيف ما كتشوفو راني غيم ذا بانية تليفون باش نشد يعني باش نشد الصورة عندي شوية الزعتر شوية الخميرة شوية الملحة وشوية سكر سانيدة اذا بغيتو البيتزا ديال كنت حتفضو فيها في المجمد مدة شوية طويلة تقريبا نتقولوا يعني واحد المدة اللي ماشي يومين ماشي ثلثيين ديرو فيها شوية ديال السكر الى كتو غادي تخدمو بها عادي دك نهار بنهارو ما ديروش السكر يعني هادي باش نجح لكم البيتزا ان شاء الله ودجيكم ناجحة الف المية هنا غادي نضيف شوية زيت الزيتون هذك زيت الزيتون ضروري حتى وغولي كيساعدك البيتزا ديال ملاحظة الثالثة اللي غا نقول لكم هو الملحة لا إبغيتوا تديرو احتدلكو العجينة ديالكم وتبدو تزيدو في الملحة عاد الله رشيشة ديال الملحة وغادي تزيدو الماء وغا تعجنو العجينة ديالكم عادية اللي تكون مدلوكة مزيان 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 وفي نفس الوقت تكون قاسحة كيف مما تشوفو هي مدلوكة ولكنها ما كتتلصقش في اليد من الإجينة اللي هي عادية حانتم ما كتشوفو حالا كتقولو عجينة ديال اللي مسمت ريها دي فيها الخميرة و عجينة مسمت قريبا ما فيهاش الخميرة هنا غادي نلول بالكورة ديالي و غادي نحتفظ بها في واحد الإيناء بلاستيكي اللي غادي رشو بفينو و اللي عندكم السميدة ديال الدراونة السميدة رقيقة حتى هي ممكن تخدموا بها هنا غادي نخليه هنا في هاد الإيناء غادي نعود رشو بحد شوية ديال الفينو و غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي غادي نخليه حتى تخمر العجينة ديالنا و يتضعف الحجم ديالها وتوصل حتى للفوق بحالي كتشوفوه في الفيديو هنا بعد ما رتحت لنا العجينة ديالنا غادي نحاول نحيدها حتى أنا مريتش ندهنها بالزيت غادي نحاول نحيد دك البلاستيك منه العجينة و غادي ندوز نخرج الهواء كامل لعدنا في العجينة غادي بشوية حتى رجعوا العجينة ديالنا الحجم ديالها الأول غادي رطر خاطعة أو ثاني العجينة ديالبيتزا باش تصدق لكم كنقول هديمة هي تدليك وتاخد الوقت الكافي فراحة يعني قدرتوا تعجنوحة في الليل والغدلية عادة تخدموا بها من الأحسن ما عندكم شو مناش تخافوا يعني كونوا على يقين هالبيتزا قدمت دلكت فراحة ماشي بقعت في الخميرة ولا را السر عندها فدليك السر ديالها كين فدليك يعني غادي تدلكوا العجينة ديالكم غادي تصدقيكم عجينة ديالبيتزا ناجحة ألف في المئة هنا عادي نكور الكويرات ديالي كاملين غادي نلول بهم قسمة العجين ديالي اللي وحد كيمية اللي درت أنا تقريبا درتوا حد كيلو ديال الطحين غادي نلول بهم كاملين وغادي نخليهم يرتاحوا مع وثاني هدي المدة الثانية اللي غادي يرتاحوا فيها ضروري يعني ما صحيب علي باش غا نخدم وانا يالله لو لبسوا مع وثاني وخرتاحوا يعني ذاك الهواء الخريج وخصوا مع وثاني ياخدوا هواء آخر باش يساعدونا في الطلاق باش نطلقوهم هم عاود الرشل فينو بعد ما اطلقوا لينا وارتاحوا لينا الكورات ديالنا غادي نطلقهم انا بغيتش نزرب الفيديو غادي نطلقهم كاملين حتي بداي باللينا تقريبا سبح العمل ما اللي غادي نطلقها غادي ناخد بغيتش تاخدوا قرص ديال الالومينيو والاغلاقة ديال اي حاجة ديال البلاستيك يعني اللي يكون فيها نفس الحجم صغير باش يجوكم يعني العبار والقياس متساوي هنا انا عندي دوارات والدوائر ديال الحرشة ديال الالومينيو وهو باش غادي نقطع انا را ما رشيتش سميدة بزاف يعني شي وحدي الملي ويتنزم را ما عدبوني شوية ضروري تخدموا بسميدة وترشوها مزيان وبهاد العاجين را تقدروا تديروا حتى البطبوط يعني حتى البطبوط غا هو تخليه غليد على هاد الشي اللي درت انا وتديروه في الطاوة وتخليوه يرتاحوا حد المدة ديال عشر دقائق ودخلوه الفرران من فوق ومن تحت را غادي يجيكم بطبوط من فوق صغير ناجح مئة في المئة بلا ما تطيبوه في المقنق غا هو ما غا تتقبوهش بحالة قبل فورشيضة وما غا تخليوه شرقيق يعني غا تخلوه غليد ومن هاد العاجين تديروه جوجو خفيه العجينة في هاد الزعتر تديروه جوج ديال الحويج غا تديروه عاجين تبيتزو وبطبوط هنا غادي نخلي الخفيزات ديالي كيف ما كتشوفوه كيرتاح وما زال وهدي اللي غادي نحيد لها الجوانب تهي غا نخليها درتاح وغادي نكمل قاع الأقراص ديالي وغا نطلق قاع القويرات ديالي وغادي نديروهم في الطاوات دي كيف ما كتشوفوه را ما عدبوني شوية حتى بدك يعواج لهم الفورما ديالهم ولكن غا شي وحدي أو تاني ماشي نقول لكم زيدو الدكيق وديروه بزاف ديال دقيقة يقول لي لا غاينيكم ميزانكم باش تخدموه مزيان وما تبقاش تعواج لكم كيف ما عواجت لي هادك را عواجت لي وقيلة واحد لوحدة ولا ما عدجوش ولكن خليتهم باش تشوفوه يعني ما لنا لادرت انا شي خاطأ بدون قصد وخاي يعني انا العافة شنوكين ولكن كيجي واحد الخاطأ بدون قصد كنتوه كنشاركو معكم باش ما توقعوش في حضنتوما هناي القريسات ديالنا ولا الخبيزات ديالنا ديال ديال بيزا بعد ما خرجو شوفو كيف الجاور طبيين كي يتهرسو يعني رطبي رطبي واحد للدرجة ما تصوروش هالبنات هناي انا باقي عندي طواخرة في الفرارة هي كالطيب انا غادي ناخد يعني معكم بلاستيك الغذائي وغادي نوريكم كيفاش غادي نحتافظ بيهم بارقة الاحتفادرة ساهلة ساهلة بزاف غادي تاخدوا بلاستيك غذائي ومثلا انتوما في رمضان كان يعني تمانية ديالناس غادي ثمانية ديالخبيزات النهار غادي نجي بدي راكم عارفة ماشي بالتروري كل واحد يأكل ثلاثة اولي يأكل وربعة راكم عاديروا بيتزات ما حاجة تخرين يعني قسموه دكشي اللي عندكم في الدار انا هنا يرى ما كانش الفيديو متسجل فرمضان يعني درت واحد ثمانية درت كلها صاشية ولا كلها بلاستيك غذائي وقيلة درت فيه ثمانية لما اخفتش عقلين فاني ارى ما كاتشوفو فيهم ارى ثمانية كانوا سبعة وزت وحدة هي ثمانية رادي اللي ويهم من الجوانيب باش ميدخورش ليهم الهاواء وهم باقين سخان ضروري يكونوا يعني يالله خيارجين باحد خمسة دقائق يكون باقي سخوان علاش باش دك الصهد ديال الخبز من اللي كانت دوع عليه السلوفان كيرجع لي وكيحتفظ بذكر الطوبية دياله وما كيدخورش ليه الهاواء انا غديمشي نطل في هذا الوقت على الصينية ديالي اللي كانت في الفرران كان ضروري سنطل عليها را تبارك الله را خرجه كتر من خمسين وحدة ولا مع تستين وحدة اللي خرجعت اللي قدرتوه بطبوترة كيجيكم على هذا الشكل كيجيكم من فوقه بزف 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 وتبارك الله تحله بالمقص وتعمره كان هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الخبزات ديال الحرشة كانت من الفيديو كنا الاعجاب ديالكم لي باقي ما اشتركتش في القناة باقي جديدة ما عليك غيش بالاشتراك بالضغطة نزل الاحمر مع تفعيل الجارش بس ديما يوصلت للجديد ديالنا خليتكم في رعاياتي الله وتبارك الله عليكم وإلى فيديو الجاية ان شاء الله